500 مشروع خدمي في كاركوك من أجل توفير فرص العمل لأكبر عدد من العاطلين في ظل جائحة كورونا حسب خطة لإنجاز المشاريع داخل مركز المحافظة وخارجها رغم تأخر إنجاز بعض المشاريع لأمور فنية حقيقة أكثر من 500 مشروع الإدارة في كاركوك بذلت جهود كبيرة في تأمين متطلبات وضع خطة شاملة لم تستثني حياً سكنياً أو قضاءً أو ناحيةً أو مركز المدينة إكساء الشوارع الرئيسية والفرعية ومد شبكات المجاري وتأخر إنجاز المشاريع لتسعة أشهر أثر سلباً على قوت المواطن مطالباً بالإسراع بإتمام المشاريع عندك شارع تسعين هذا فار تسعة تشهر ما مكملنا يعني إحنا أصحاب محلات وأصحاب عواد وهذا المحلات كلها قدامك شارع من التربية إلى حد جسر التسعين باقين على هذا الوضع والمجاري سووا وبقوا حفروا وبقوا يعني مو وضع هذا صراحة عندنا محافظة الدهوغ تسعين يوم نفق كامل ثلاثة شهر خلصوا معقولة حكومة دولة مترع المواطنين قلة التخصيصات المالية حالت دون استمرار العمل في أغلب المشاريع الأمر الذي زاد من صخط المواطن مطالبا من بغداد دعم كاركوك لإنجاز المشاريع تقريبا أكثر من تسعة شهر أي شيء باقي ومقاول يبيع المقاول يعني هذا الشيء يعني كل الناس يحكي به وماكو كدمات ماكو أي شيء يعني من الثلاثة أقبض يمطر شون راح يفيض الشارع يعني شون الحل إلى متى يعني مو بساطة ربادات همينة كذلك هم نفس الحالة وستدقلون شوية شوية يعني ولا كأنه هو شيء مشروع دي نثوي ما بين مشاريع منجزة وأخرى متلكة يواجهها المواطن بالصبر والحيرة وانتظار المقاول ليتمم عمله مناشدا كل من يهمه الأمر للنظر في أسباب تأخر إنجاز هذه المشاريع سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر